الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله واسبه حضرات السيدات والسادة البرلمانين المحترمين يسئدنا أن نترأس افتتاح الدورة الأولى للبرلمان ومن هذه الولاية التشريعية الجديدة ونقتلم هذا الموعد الدستوري لتهنئة أعضاء البرلمان ومن خلالكم كافة المتقبين على الثقة التي هضيتم بها داعينا الله تعالى لكم جميعا وللحكومة الجديدة بالتوفيق في مهمكم ونود أن نشيد هنا بالتنظيم الجيد والوجواء الإيجابية التي مرت فيها الانتخابات الأخيرة وبالمشاركة الواسعة التي عرفتها خاصة في أقالمنا الجنوبية وقد قررت هذه الانتخابات انتصار الخيار الديمقراطي المغنبي والتدور الطبيعي على تدبير الشأن العام فالأهم ليس أن فوز هذا الحزب أو ذاك لأن جميع الحزاب سواسية من ذينا وتأتي بداية هذه الولاية في الوقت الذي يدشق فيه المغرب مع الحلسة الجديدة تقتدي ثضافة جهود حول الأولويات استراتيجية لمواصلة بسيرة التنمية ومواجهة التحديات الخارجية ونود أن نؤكد هنا على ثلاثة أبعاد نائسية وفي مقدمتها تعزيز مكانة المغرب والدفاع عن مصالح العليا لا سما في ضرفية مشحونة بالعديد من التحديات والمخاطر والتهديدات وقد أبانت الأزمة الوبائية عن عودة قضايا السيادة للواجهة والتسابق من أجل تحصينها في مختلف أبعادها الصحية والطاقية والصناعية والغذائية وغيرها مع ما يواكل ذلك من تأصب من طرف البال وإذا كان المغرب قد تمكن من تدبير حاجياته والتزويد الأسواق بالمواد الأساسية بكميات كافية وبطريقة عادية فإن العديد من الدول سجلت اختلالات كبيرة في توفير هذه المواد وتوزيعها إذا مشدد على ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون استراتيجي المواد الأساسية لاسيما الغذائية والصحية والطاقية والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية بما يعزز الأمن استراتيجي للبلاد حضرات السيدات والسادة يخص البعد الثاني تدبير الأزمة الوبائية ومواصلة إنعاش الاقتصاد وقد حققنا والحمد لله الكثير من المكاسب في حماية تسعة المواطنين وتقديم الدعم للقطاعات والفئات المتدررة وقد قامت الدولة بواجبها في توفير اللقاح بالمجان الذي كلفها الملايير وكل الحاجيات الضرورية للتخفيف على المواطن من صعوبة هذه المرحلة ولكن لا يمكن أن تتحمل المسؤولية مكان المواطنين في حماية أنفسهم وأسرهم بالتلقيح والاستعمال وسائل الوقاية واحترام التبير التي اتخذتها السلطات الأمومية ولنجية أخرى يعرف الاقتصاد الوطني انتعاشا ملموسا رغم الآثار غير مسبوقة لهذه العزمة وتراجع الاقتصاد العالمي عموما وبفضل التدابير التي أطلقناها من المنتظر أن يحقق المغرب إن شاء الله نسبة نمو تفوق 5.5 في السنة 2021 وهي نسبة لم تتحقق منذ سنوات وتؤد من بين الآلة على الصعيدين الجهوي والقري ومن المتوقع أن يسجل القطاع الفلاحي خلال هذه السنة نمو متميزا يفوق 17% بفضل المجهودات المبذولة لأصنة القطاع والنتائج الجيدة للموسم الفلاحي كما حققت الصادرات ارتفاعا ملحوظا في أدنين من القطاعات كصناعة السيارات والنسيج والصناعات الإلكترونية والكهربائية ورغم تدائيات هذه الأزمة تتواصل الانتقاع في بلادنا وفي دينامية اقتصادنا لما يدل على ذلك ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يقرب 16% وزيادة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بحوالي 46% إلى غاية شارعه الماضي وقد ساهمت هذه التطورات في تمكين المغرب من التغفر على احتياطات مريحة من الأمر الصعبة تمثل سبعة أشهر من الوالدات ورغم السؤوبات والتقلبات التي تعرف الأسواق العالمية فقد تم التحكم في نسبة التضخم في حدود 1% بعيداً عن النسبة المرتفعة لعدد من اقتصادات المنطقة ويقولها مؤشرات تبعثوا لله الحمد على التفاؤل والأمل ونتأزيز الثقة عند المواطنين والأسر وتقوية الروح المبادرة لدى الفائلين الاقتصاديين والمستثمرين والدولة من وجهتها ستواصل هذا المجهور الوطني لا سيما من خلال الاستثمار الأمومي ودعم تحفيز المقاولات وفي هذا السياق الإيجابي ينبغي أن نبقى واقعيين ونواصل الأمال بكل مسؤولية وبروح الوطنية العالية بعيداً عن التشاؤم وبعض الخطابات التسربية أما البوع الثالث فيتعلق بالتنزيل الفعلي للنموذج التنموي وإطلاق مجموعة متكاملة من المشاريع والإصلاحات من الجيل الجديد وإننا نتطلع أن تشكل هذه الولاية التشريعية منطلقاً لهذا المسار الإرادي والطموح الذي يجسد الذكاء الجمائي للمغاربة وهنا يجب التذكير بأن النموذج التنموي ليس مخططاً للتنمية بمفهوم التقليد الجامد وإنما هو إطار عام مفتوح للعمل يدعو ذوابط جديدة ويفتح آفاق واسعة أمام الجميع ويشكل الميثاق الوطني من أجل التنمية آلية همة لتنزيل هذا النموذج باعتباره التزاماً وطنياً أمامنا وأمام المغاربة حضرات السيدات والسادة إن النموذج التنموي يفتح آفاق واسعة أمام عمل الحكومة والبرلمان بكل مكونات والحكومة الجديدة مسؤولة على وضع الأولويات والمشاريع خلال ولايتها وتأبئة الوسائل الضرورية لتمويلها في إطار التنزيل هذا النموذج ويمطالبة أيضاً باستكمال المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها وفي مقدمتها تأميم الحماية الاجتماعية التي تهضى برئايتنا وفي هذا الإطار يبقى التحدي الرئيسي والقيام بتأهيل حقيقي لمنظومة الصحية طبقاً لأفضل المعايير وفي تكامل بين القطاعين العام والخاص وهو نفس المنطق الذي ينبغي التطبيقه في تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات الأممية والإصلاح الضريبي وتأزيزه في أسرع وقت بميثاق جديد لمحفظين الاستثمار ولمموازات ذلك يجب الحرص على المزيد من التناسق والتقامل والانتجام بين السياسات الأممية ومتابعة تنفيذها لهذا الغرض ندعو الإجراء إصلاح عميق للمندوبة السامية للتخطيط لجعلها آلية للمساعدة على التنسيق استراتيجي لسياسات التنمية ومواقبة تنفيذ النموذج التنموي وذلك باعتماد معايير مضبوطة ووسائل حديثة للتتبع والتقويم حضرات السيدات والسادة البرلمانية إن بداية هذه الولاية الشعية تأتي في مرحلة واحدة بالنسبة لتقدم بلادنا وأنتم حكومة وبرلمان أغلبية ومعارضة مسؤولون مع جميع المؤسسات والقوى الوطنية على نجاح هذه المرحلة من خلال التحلي بروح المبادرة والالتزام المسؤول فكونوا رأاكم الله في مستوى هذه المسؤولية الوطنية للجسيمة لأن تمثيل المواطنين وتدبير الشألام المحلي والجهوي والوطني وأمانة في أناقنا جميعا قال تعالى من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف طلما ولا هضما صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر